بسم الله الرحمن الرحيم طابة أوقاتكم عزيزي المشاهدين الكرام مبادرات حول وقف الحرب على العراق أو وقف العدوان على العراق مبادرات أوروبية وعربية جرت ما قبل الحرب على العراق هناك من يقول أن اشتياح الكويت أدى إلى هذه النتيجة وأخطاء أخرى ارتكبتها القيادة العراقية وهناك من يقول أن الأمريكان قادمين قادمين ونديهم نوايا مسبقة لتدمير العراق واحتلاله وبحوه من الخارطة وهذا اللي حصل حيث تم احتلال العراق غزو العراق واحتلاله وأعقبه غزو واحتلال ليبيا ثم تدمير سوريا واليمن والسودان وبلدان عربية أخرى هذا هو المخطط سايكس بيكو جديد تقسيم المقسم وتجزئة المجزة عام 1917 وعد بالفور ثم بعد انهيار الدولة العثمانية تم تقسيم الولايات التي كانت خاضعة للحكم العثماني إلى إمارات ومشايخ وجمهوريات وملكيات على مدى 100 سنة بنهاية هذا القرن تم حملة جديدة سايكس بيكو جديدة لتقسيم المقسم وتجزئة المجزة صراع حضاري تاريخي بين الشرق والغرب الغرب المعتدي والشرق الآمن الشرق العربي المسلم المستهدف الرئيسي في الحملات الصهيو الصليبية لا نريد أن نقول حرب عقائدية ولكن بطبيعة الحال هي كذلك المبلرات الأوروبية يعني لم تكن تحفظ ماء وجه العراق وسيالة العراق ومكانة العراق بين الدول وسمعة العراقيين تعالوا معنا أعزائي المشاهدين لنستعرض هذه المبادرات الأوروبية والعربية ما قبل الحرب على العراق في مذكراته يذكر الدكتور عبدالله حميد وزير الزراعة الأسبق أنه البلجيكي طلب منه أن ينقر الرسالة الشفوية إلى طارق عزيز بالذات إلى الخارجية العراقية وخاص بالذكر السيد طارق عزيز ما هذه الرسالة يعني مضمون هذه الرسالة أو خلاصة هذه الرسالة ذكر وزير الخارجية البلجيكي لدكتور عبدالله حميد أن الرئيس الأمريكي المجرم جورج دابليو بوش الأبن محاط بفريقين في الإدارة الأمريكية وعلى معروف فريق الحمائم وفريق الصقور فريق الحمائم برئاسة وزير الخارجية الراحل كولم باول وفريق الصقور برئاسة ديكشيني نائب الرئيس الأمريكي ورامس فرد المجرم دونالد ورامس فرد وزير الدفاع الأمريكي الأسباب كان فريق الصقور يريد الحرب على العراق ويسقاط النظام لاسيما وأن الإدارة الأمريكية كان لها قرار مصالق عليه من الكونغرس الأمريكي وهو ما سمي بقانون تحرير العراق ونحن من خلال هذه الثمانة عشر سنة العجاف العجفاوات تبين أنه تدمير وليس تحرير نعم حرروا العراق من شعبه ومن ثرواته بعد أن شردوا شعبه وسرقوا ثرواته طلب وزير الخارجية البلجيكي من الجانب العراقي مساعدة الترويكا الأوروبية لتغليب فريق الحمائم وحذر من أن عواقب الحرب ستكون كارثية على العراق وعلى المنطقة وستتأثر بها حتى أوروبا يذكر الدكتور عبدالله حميد أن وزير الخارجية البلجيكي قال له أرجوكم أن توافقون على عودة المفتشين الأمميين بأسرى وقت ونحن نعرف أن هؤلاء المفتشين الدوليين أغلبهم ضباط المخابرات الأمريكية وكانوا يتجسسون على العراق وثبت وتمكشف هؤلاء المفتشين وقال له أريد أن يجاوبون بأسرى وقت في حالة الموافقة وقال بينهم بخطاب تحريري من وزارة الخارجية العراقية يبين ما يفيد استعداد العراق على السماح للمفتشين الدوليين بعادة نشاطهم في العراق مجددا المشكلة ليست في عودة المفتشين القرار متخذ سلفا هناك كتاب لهنري فوستر من جزء اسمه نشأة العراق الحديث منذ عام ستة واربعين النواية الأمريكية لاحتلال العراق قائمة فقال وزير الخارجية البلديكي أرجو أن يتخذ هذا القرار على وجه السرعة حيث سيكون هناك اجتماع لوزارة الخارجية في يوم 16-6-2002 في ستوك هولم مع وزير الخارجي الأمريكي كولوم باول وبيّن أن الوزير أول شخصية سياسية يعني كولوم باول شخصية سياسية محترمة ونستطيع أن نتفهم معه ونقنعه ربما نقنعه ولكن عليكم مساعدتنا في هذا المسعة وبيّن أنه على استعداد للقاء غير رسمي مع السيد طارق عزيز نقل السفير عبدالله حميد مادارة في اللقاء بعد انتهاء الزيارة إلى طارق عزيز بعد ما عاد إلى بغداد عن طريق القاهرة التقى بالسيد طارق عزيز يقول التقيت بالساعة الخامس عسرا الخارجية حيث كان هو في مقرد الخارجية لأن ناجي صبري وزير الخارجية كان في مهمة خارج العراق وقدمت له شرح مبسط جدا وقدمت له التقرير الذي قرأه بدقة يقول قال وقال بفرود شكرا انتهى اللقاء تم إجراء لقاء بين وزير الخارجية العراق الدكتور ناجي صبري ووزير خارجية بلجيكا لويس ميشيل في بروكسل يوم 22-6-2002 طبعا يقول لم يعرف ما جرى خلال هذا الاجتماع وهو جاء امتداد للقاء السابق بين الدكتور عبدالله حميد وبين وزير الجراعة وبين وزير الخارجية البلجيكي في كل الأحوال المستوى إلى جميع الدول العربية خلال شهر نيسان أبريل من عام 2002 فقد تقرر أن يقوم نائب رئيس الجمهورية الراحل طه ياشي رمضان في زيارة إلى السودان يمثل الجانب العراقي باللجان المشترك العراقية السودانية وكان معهم الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة طبعا الدكتور محمد مهدي صالح أيضا انتقل إلى المكسيك للمشاركة في المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة واللي يضح ضرط عدة قوى دولية ورؤساء دول من بينهم الرئيس الأمريكي جورج دابليو ويش الليبن يقول وصلت طائرة الخطوط الجوية العراقية برحلة خاصة إلى مطار الخرطوم عبر الأجواء السورية القبرصية المصرية ثم السودانية لأن الأجواء السعودية كانت مغلقة أمام الخطوط الجوية العراقية بعد الوصول إلى الخرطوم تم اللقاء بالرئيس أحمد حسن البشير الذي عقد جلسة عمل مغلقة مع طاه أسير رمضان استمر رمضان بمؤسرة الحدثة إلى صنعاء ومقابلة الرئيس علي عبدالله صالح وحصلت رحلة مفاجئة لوزير التجارة الدكتور محمد مهدي صالح إلى دولة المكسيك لحضور مؤتمر التنمية المستدامة ترأس الاجتماع السيد طاه يسير نبضان يرافقه الدكتور عبدالله حميش شخصيا إلى صنعاء تم اللقاء بعلي عبدالله صالح ونائبه عبد رب منصور هادي وعبد الكريم الأرياني بحضور السفير العراقي السيد طاه البصري هنا طلب الرئيس علي عبدالله صالح من السيد طاه يسير رمضان نائب رئيس الجمهورية أن يسمح العراق بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق تجنبا للحرب القادمة وأكد له أن جميع المؤشرات تنذر بأن أمريكا عازمة على شن الحرب على العراق خصوصا بعد الحادي عشر من سبتمبر كان للسيد النائب طاه رمضان رأي مختلف حيث قال أن أمريكا ستضرب العراق سواء سمحت المراقبين الدوليين بمارسة عمله أم لم تسمح لكن الرئيس علي عبدالله صالح أكد له أن يمكن أن يقوم بمبادرة من خلال الجامعة العربية حيث تقوم الجامعة العربية بإزدار بيان وتقول أنها اتفقت مع العراق على عودة المفتشين الدوليين وتدعو الأمم المتحدة وأمريكا والعالم لتفهم هذا الموقف ولكن كان السيد النائب طاه رمضان رافض لهذا المقترح وعندها قطع الرئيس علي عبدالله صالح الاجتماع ودخل في اجتماع مغلق مع طاه رمضان وجلس بحدود الساعة يقول الدكتور عبدالله حميد وزير الزراع الأسبق لا ندري ماذا دار بينه من حديث ولم تكن يعني لديه أي تصورات ولم يقدم أو يسأل أي سؤال عما أضع الاجتماع المغلق وماذا دار بينهم يقول أعتقد أن الرئيس علي عبدالله صالح حمل السيد طاه رمضان رسالة شخصية للرئيس صدام حسين يقول وآثرت أن أكون مراقبا الترقب ماذا سيجري بالمستقبل يقول أنا ما لاحظت أي موقف يدل على أن هناك استجابة لتلك الرغبة التي أبداها علي عبدالله صالح الجهود الخارجية الأخرى لنزع فتيل الأزمة تناولت بعض الأوساط المحلية والخارجية بعض المساعي الحديثة نزع فتيل الأزمة في وقت لاحق تم إذاعته حيث لم يكن معلن في عينه وهناك ما هو معلن تناوته بعض وسائل الإعلام تحدث عنه من دون سر في التفاصيل هدفت تلك المحاولات التي قامت بها أطراف متعددة إلى محاولة إقلاع العراق بإعادة لجانة التفتيش الدولية التي لم تحقق استجابه من قبل الجانب العراقي في حينه لا بل كانت محاولات لتغيير شكل النظام ولكنها لم تتحقق وجوهت بالرفض الشديد كل تلك المحاولات الأهم من كل ذلك موضوع مساعي الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان الذي كان يمتلك رؤية ثاقبة وحكمة ويقدر أبعاد الحرب وانعكاساتها على العراق وعلى المنطقة كما أنه كان يستشعر بأنها ستكون فرصة لشأن حرب شاملة على العراق لذلك كان قد سعى إلى نزع فتيل الأزمة وتخليص العراق والمنطقة من عاقب لا تحمد عقبها ولكن لم يتم الإعلان عن هذه المساعي ولا عن الوفود السرية هناك خمس وفود سرية جارت العراق والتقت بالرئيس صدام حسين وكان يولي اهتماما كبيرا لهذه القضية الشيخ زايد لأنه كان يقدر أبعادها وخطورتها وكان يتمنى أن يصدر قرار من الجامعة العربية كما كان يتمنى علي عبدالله صالح ينص على أن يتنحى الرئيس صدام حسين عن السلطة وتسليم مقاليل الرئاسة إلى شخصية أخرى كما عرضت دولة الإمارات على الرئيس صدام حسين من خلال الوفود التي دارت سارة العاصمة بغداد أن يحل هو ومن يريد على دولة الإمارات العربية المتحدة ويبدو أن المبادرة هذه جاءت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي وقد تكون الإدارة الأمريكية فعلا من أوزع أوزع الإمارات بهذه المهمة يقول فعلا قام أوزع الإمارات بطلب وعرض هذا المقترح على جدع الأعمال من الجامعة العربية الذي يجو به بالرفض من قبل الموظف العراقي وفوج الوفد الإمارات بعدم موافقة الوفد العراقي المشارك بالاجتماع بما توصل إليه المبعوثون في دولة الإمارات الذين زاروا العاصمة العراقية بغداد كما أن الرئيس المصري حسن مبارك الذي كان يترأس القمة رفض إدراج الفقرة التي تقدمها بها وفد الإمارات على جدول الأعمال وانتهى الأمر من دون مناقشة طلب دولة الإمارات ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن وعلى أثر ذلك قام أعضاء الوزر العراقي بشن حملة واسعة في وسائل الإعلام ضد الإمارات ولم تصدر أي إدانة رسمية من الحكومة العراقية ضد الإمارات مما يعني أن بعض من تحدث لم يكن يعلم ما كان يدور بين الوفد الإماراتي مع الرئيس صدام السين طبعا تمنا مناقشة محاولة الشيخ زايد لنزع فتيح الحرب على العراق وشرح طبيعة هذه المباحثات من خمس مبعوثين للقاء الرئيس صدام حسين وتحدث الشيخ محمد بن راشد المكتوم في كتابه قصتي في خمشين قصة حدثت من بينها لقاءه بالرئيس صدام حسين الذي وصفه بأنه اللقاء الأكثر إثارة في حياته وقد أحاط بهذه المبادرة ظروف معاكسة من جانب الدولة العراقية أو الوفد العراقي الذي يمكن على علم مسبق بما دار من اللقاءات بين الوفود الإماراتية والرئيس صدام حسين كما أنه في مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الرئيس المصري عندما سئل لماذا لم يوافق على إدراج تلك الفقرة على جدوى الأعمال أجابها ما هي أمريكا جاية جاية هذا يعني الذي حدث من مبادرات كما أن المبعوث الروسي أيضا بريماكوف جار العراق ونقى رسالة من الدولة الروسية للرئيس صدام حسين وتكلف بهذه المهمة لما تربطه علاقة قوية مع العراق وخاصة مع طارق عزيز والرئيس العراقي صدام حسين وكان يعمل زيارات متبادلة ولقاءات مع أهم السياسين العراقيين وكان مطلع تمام على الحالة العراقية وبعد ما كان وزير الخارجية الروسية وأصبح خبرة واسعة في المفاوضات وحل النزاعات تسربت معلومات أنه تقدم بحل سياسي يتضمن تنحي الرئيس صدام حسين عن مهام الرئاسة أو أن يكون رئيسا فخريا ورمزيا فقط ولم يحظى هذا المقترح بالقبول لا بل أنه أن هذا الحدث كان يجب أن يكون مؤشر على أن روسيا لإسد بصدد مواجهة مع أمريكا وهي غير مستعدة للوقوف إلى جانب العراق هناك مبادرة أيضا للرئيس اللبناني بشير الجميل سوف نأتي على ذكره في حلقة مستقلة لما لها من أهمية إلى ذلك الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى